النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقلم والمحافظات حرفية نص المادة 111 من الدستور العراقي لخلاف بين العراقيين على حقهم في النفط إنما هي المواد الدستورية التي أحدثت شرخاً في التفاهمات بين حكومة المركز والإقليم فالمادة التي تتحدث عن حقوق الموارد الطبيعية وتتبع بالمادة 112 من دستور عام 2005 لتضمن حق الأقاليم المتضررة تقوم على أساسها الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد لكن 2007 جاء بتعديل على القانون من قبل حكومة الإقليم حيث اشترطت حصة من العائدات النفطية للحقول المنتجة بعد عام 2005 وشمل القانون في الإقليم على أن تتولى حكومته الإشراف وتنظيم تسويق حصة الإقليم من النفط المستخرج من العمليات النفطية من نقطة التجهيز ويحق لها منح إجازة تسويق لتلك الحصة إلى طرف ثالث تستلم حكومة الإقليم حصتها من كل العائدات المتحصلة من العمليات النفطية لمنفع واستخدام نسبة من العائدات النفطية لحفظ حقوق الأجيال القادمة وتمويل البشر على الاستراتيجية في الإقليم ودعم البيئة وعوائل الشهداء ودعم الحاجات الضرورية لمواطني كردستان بما يحقق العدال بين مكوناته القومية والدينية وينظم ذلك بقانون خبراء كشفوا عن وجود تلك الفقرات التي ساهمت في التأويل والاجتهاد بين المادة الأصلية في الدستور والتعديلات التي جرت عليه في 2007 ما يفتح الباب أمام السيناريوهات من بينها تفاقم الأزمة لسنوات على حصص النفط والغاز أو عرقلة العملية السياسية التي لا تزال تراوح مكانها اشتركوا في القناة